السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا المشتركين معنا في القناة حبيبنا جوا مصر حبيبنا برا مصر إن أحبكم جميعا في الله طلعت شوات عصفير وقلنا نصور في الشمس عشان الجودة بتلاتهم تبقى كويسة وفي نفس الوقت برضه قم ما يشمسهم شوية النهاردة إن شاء الله موضوع حلقتنا عن العصفير الإنصاص يعني إيه عصفير إنصاص عشان فيه أحد حبيبنا المشتركين معنا في القناة وكان بيسألني كذا مرة في كذا تعليق بيقول لي يعني إيه عصفير إنصاص بص يا غالي العصفير الإنصاص ديت هي من ضمن العصفير البجي العصفير البجي هي عبارة عن العصفور الأستراري هو هو اسمه العصفور البجي ولكن كل نوع عصفير كل مجموعة عصفير بتمتاز بشكل معين ببليها اسم معين كل لون ببليه اسم وكل شكل معين ولون معين ببليه تعتبر طفرة وبيبليها برضو كاسم بص الموضوع كبير شوية بس أنا مش عايز أصعبه عليك طيب نجيب من الأول كده ونقول إن العصفور الأستراري هو هو العصفور البجي يعني إيه عصفور إنصاص؟ العصفور الإنصاص ناتج تزوج ما بين العصفور البجي العادي والعصفور الإنجليزي اللي هو برضو كتبع عائلات البجي تمام؟ تمام لما نجود عصفور عادي لعصفور إنجليزي يجيبوا عصفور إنصاص يعني عصفور زي اللي حدك شايفوا ده كده حجمه ضخم عن العصفور العادي النورمل وكمان فيه تكشيرة تشبه العصفور الإنجليزي العصفور الإنجليزي مميزاته إيه؟ بيبقى ليه ريش كسيف جداً؟ ليه عقد علامات تحت الفم كبيرة جداً؟ تشبه العقد ده كده شايف الدكر ده؟ شايف الهد بتاعه؟ الريش بتاع رأسه عامل إزاي؟ فيه عقد بس ده بموصفات خفيفة عشان كده اسمه إنصاص أما في الإنجليزي بيبقى شكل تاني خالص عنده تمام؟ يبقى العصفور الإنصاص هو ناتج تزوج ما بين العصفور البجي النورمل والعصفور الإنجليزي تمام؟ ده كده معنى كلمة إنصاص طيب لو أنا ربيت إنصاص زي اللي قدام حضراتكو دي وحبيت الخط ده أو اللايين ده إن أنا أعدل فيه أو اللي أنا أحسن فيه أعمل إيه؟ أبدأ أجوز المستويات الحلوة اللي بعضها بسم الله ما شاء الله تذكر زيف خد النتاية وإحنا بنصور وإحنا بنصور في المطار طيب بوس يا غالي لو إحنا عايزين نحسن في الخط ده اللي خط الإنصاص هنبدأ ندخل عليه ده من إنجليزي حر يبقى الناتج إيه؟ لما يجي تزوج تجوز إنصاص الإنجليزي إيه؟ بل ناتج إيه؟ هي بل ناتج تلتين إنجليزي تلتين إنجليزي أحد حبيبنا في مرة وارا كنت قلت قلمة تلتين إنجليزي ديت في فيديو وبيقول لك لا ما فيش حاجة سامها هي تلتين إنجليزي بوس يا غالي هي مش بالاسم هي بالوصف إحنا بنوصف المنتج اللي عندنا بمعنى لو أنا قبت عصفور نصاص وجوزته إنجليزي هيببى الناتج عندي إيه؟ هيببى أخذ من الإنجليزي مرتين لانه خضمي من الانجليزي مرة قبل كده عشان يسمون عمص تاني واخدى مرة تانية لما wasping 3 انجليزي تلتين انجليزي احنا بنوصف العصفور بنوصفه يعني تلتين انجليزي يعني خيار الدم العصفور الانجليزي بنسبة 80 enfim yeah do not ثمانين في الميه تمام فعصفور انت تشوفه تحسن نمو مستوه انجليزي بس ببيه انجليزي مستوى ضعيف شوية. فاحسن ما اقول انجليزي مستوى ضعيف لا انا اقول انصاص مستوى جامد جدا حتى الاسم حتى لما تيجي تقول انصاص مستوى جامد جدا بيباليها رونة كده وليها احترام سبحان الله الكلمة يا جماعة الكلام ذات نفسه بيفرق يعني ممكن جملة هي هي نفس الهدف بتاعها او نفس المعنى بس اتقال بشكل تاني بشكل الكلام حلو لما انا اقول تلتين انجليزي احسن ما اقول انجليزي مستوى وحش تمام يعني لما اقول انجليزي مستوى وحش انا كده بقول لقدام ان الفرد يعني صعب ان انا رابقه لك مستوى وحش كلمة وحش داخلة في الجملة طب لما اقول عصافير انصاص مستوى عالي اوي تكاد تكون انجليزي لا ده كده بسم الله ما شاء الله شوفوا الجملة تغيرتي ازاي وطبعا يعني الكلام بنت بتشرح العصفير اللي قدامك عشان ما بقاش في حرمونية وما بقاش في غش انت بتشرح العصفور لقدامك يعني بتصفه بس بكلام منمك وبكلام كويس تمام ده كده العصفور الانصاص ولما تنمي في الخط بتاعك يبقى عندك عصفور تلتين انجليزي او آآ انصاص مستواها حلو قوي طيب العصفور ده مستو ايه عمو ناصر العصفور ده جغالي مستو ان هو بسم الله ما شاء الله عشان حجمه قوي فبيد الانتاج بتاعه بيتبه حلو قوي وكمان بيعرف اكل كويس جدا سبحان الله يعني كل العصفور الانصاص اللي عندي انا لما جيت جربتها ليه تبس من ده ما شاء الله حتى الوش الاولاني يعني احنا مثلا لما تعرف في تيور البدجي ان احنا لما نجيب جوز ونجوزه اول ويعش ليه ممكن يخربه او ممكن البديد برايق او ممكن يطلع بيده واحدة او ممكن ما يطلعش خالص او ممكن النتاة تمسك البتر مبرا او ممكن النتاة ما ترقودش على البيض ليه كل ده بنحطه تحت ما تحت يعني بان دي كده اسمه عدم الخبرة من الاهالي تمام طب بالنسبة العصفل الانصاص لا باسم الله ما شاء الله الله اكبر اه عن تقربتي انا الشخصية كل الاسوس اللي انا اشتغلت بيها في منها حاجات اشتغلت بيها اول عش وفي منها حاجات كنت اجابها شغالة وباسم الله ما شاء الله ربنا اكرمني فيها كلها بفضل الله حتى بتاع اول عش كان شغال معي وكان بنتك زي الفل وبفضل الله طيب نقدر نقول مسلا انت عام الناصر يعني ربنا كرمت كده عشان انت مسلا بتاخذ بالاسباب وبتستعمل فتمينات كويسة مستوردة وبتأكل كويس بتغذي كويس وااخد بالك من د درجات الحرارة وكلام من ده? اه طبعا اقدر اقول كده لن دي اسباب واحنا بناخد بالاسباب طبعا. تمام? بس طبعا التوفيق بتاع ربنا هو في الاول وفي الاخر. احنا بس بناخد بالاسباب والرازق هو الله. معنى كده ايه? معنى كده اللي احنا ناخد بالاسباب كويس جدا جدا عشان ربنا يكرمك. تمام? ناخد بالاسباب كويس جدا عشان ربنا يكرمك. ونصبر. ونصبر نصبر. انا قلت تلات مرات نصبر ليه? اللي بيربي تير لازم بيحبه. عشان لو هو لو بيحبه هيصبر عليه. طب المرب طير طمعا فيه. يعني انا واخد جوز عشان عايز يشتغل. قاعد عندي شهر. ما اشتغلش. ارفت منه. ايه يا عم انت بتاكل عرفاضي. انت بخدت جوز قاعد شهرين. لا. انت بتستعب. يا عم انا افضل اكلك فيكو خلاص. يا عم انت اصلا مش واخده عشان تحلبه. انت واخده عشان بتحب طير. حب الطيور يا جماعة. والله حب الطير ربنا يكرمك في اخر كرم. والله والله عن تجربة واقعية. كزا مرة. ناس كتير او الطيور عندها ما بتشتغلش. وبتيجي عندي باسم الله ما شاء الله الله هو مزيد وبارك. بتفضل عندي يا ضوبك اسبوع خمستاشر يوم بكتير بتلاها حصة وبقت زي الفل. طب ايه الفرق? ايه الفرق بين هنا وبين هنا? لا انا قدر اقول لك ان الفرق ان العصفور بيحس. العصفور بيعرف المربي اللي بيحبه والمربي اللي ما بيحبوش على فكرة. انها العصفور ده روح زينا. بيحس وبيفهم على فكرة. هو يمكن يكون عقله محدود شوية. مش زي البشر. بس بيحس بيحس بالمربي. بيحس بالمربي اللي بيحبه. اللي بيعتني بيه. اللي بيتابعه. اللي بينضف له. بيحس. وعشان كده لما بيحس بالامان للعصفور بيبدأ يشتغل عندك. ما هو اصل النتاية ديت مش هتبيض الا لما تحس ان هي في مكان امن. ما هو البيت ده احس يعني اغلى حاجة عند النتاية. فهي مش هتحطه غير لما تحس ان هي قاعدة في مكان امن. واتذكر نفس النظام. لما يحس ان هو في مكان امن. بيبدأ الدنيا معاها تتزبط. وبيبدأ يغزل النتاية. وبيبدأ نتاية تحش العش. وبتبدأ عملية الانتاج. فالموضوع مش سهل. الموضوع مش سهل. والموضوع مش صعب. بس انا عايزك انت تخذ بالاسباب. وتحب الطير اللي انت بتربيه. تمام? التربية بصفة عامة سواء انساس سواء انجليزي سواء باجي. التربية والله يا جماعة والله يا عيش. عيش. تربية التسيور عيش. طيب في احد حبيبنا كان بيسألني بيقول لي ايه من الناس المتابعين كويسة جدا جدا معاية. فبقول لي عم ناصر انت كده بتجهز المزرعة بتاحتك علشان تبدأ تشتغل ان شاء الله الموسم اللي جاي كلها انجليزي. وبتزبط وبتزبط في الانساس اللي عندك عشان تبدأ تحضن تحتها الانجليزي. طيب احنا كده عن منصر احنا فين? احنا فين من 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 محتوى القناة بتاعه. وانت كده لما تشتغل في الانجليزي هيبقى كلامك كله عن الانجليزي. والانجليزي عتبر تغذية خاصة وتربية خاصة. فهتختلف اختلاف كل عن البيجي. واحنا اغلبياتنا بالربي باتجي. شوفوا السؤال. سؤال عايز كتاب لوحدة. فالسؤال بيدل ان فعلا فعلا الناس المتابعين ناس بتفكر صح. وناس فعلا دخلها تستفاد. والحمد لله رب العالمين ان انا نوعية المتابعين المتاعته في القناة الناس بتفهم. ناس عندها استوعاب. يعني بتعرف تستوعب المعلومة. وبتعرف تطبقها عندها عشان تستفيد. الحمد الله رب العالمين. وانا فبقول لحبيبنا ده. وبقول لكل حبيبنا في القناة. ما تقلقوش. انا كده ان شاء الله بازن الله. حتى لو اخش في المسم الجاي في شغل الانجليزي. وطبعا الانجليزي ليش يعني تأخذية خاصة وليه معاملة خاصة. فبالتالي محدش هيستفاد من المحتوى اللي انا بقدمه وغير الناس اللي بتربط انجليزي ودي ناس قليلة. لان العصفور الانجليزي عصفور غالي جدا. ويعني نقدر نقول صعب شوية في انتاجه وفي تربيته. وانا طبعا من عشاء الحاجات الصعبة. انا بحب تربيت الحاجات الصعبة. بس برضو في نفس الوقت. ما اقول لحبيبنا في القناة. اه ما تلاقوش. انا كده كده ان شاء الله هفضل شغال ومربي للعصفور العادي. والعصفور العين الحمراء. العصفور سواء مثلا فولل سواء ريمبو. كل الانواع دي كده كده بفضل الله انا ما يعني ما بحرمش المزرعة بتاعتي من خطوط الدم المختلفة. بحيث ان اقدر اشرح لها للناس المربيين العصفور العادي. والناس المربيين العصفور اللي هي التفارات زي الفولل زي ريمبو زي الحاجات دي كلها. وان شاء الله محتوى القناة هفضل محافظ عليه. مهما الحمد لله بفضل الله مهما الواحد بي اعلى. هو بيتحدث وبيتطور في نظام التربية بتاعته. بفضل الله هفضل محافظ على محتوى القناة. عشان اقدم لحضراتكو. والكل حد جديد داخل عيلتنا في القناة. ان يتفاد بالمعلومة اللي هي تليق بالحاجة اللي بيربيها. ويا ربي يكون الحلقة دي اتافدتكو. ودرنا من الدردشة الجميلة اللي احنا قلناها نتعلم يعني ايه عصفور انصاص. يعني ايه تطور. يعني ايه تفضل تحسن في خط الدم اللي عندك. انتظرونا ان شاء الله في الحلقات اللي جاية. حلقات مميزة جدا جدا. وهنتكلم على المستويات كتير جدا جدا. وان شاء الله ربنا يجعلنا. يعني باب معرفة لحضراتكو. ان شاء الله وتستفيدوا جميعا. تحياتي لكم. ويني وحبكم جميعا في الله. وكل عام وانتم بخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.